لبيك اللهم لبيك أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم هذا العام بأعداد محدودة ووسط قيود صارمة الحج بدأت إذن المناسك الأساسية لفريضة الحج في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وحضرت السعودية هذا العام دخول الأجانب من خارج البلاد إلى مكة والمدينة في إطار مساع تستهدف الحد من انتشار جائحة كورونا شرك في منسك الحج هذا العام حوالي عشرة آلاف شخص فقط مقارنة بنحو مليوني مسلم كانوا يقصدون الأراضي المقدسة في السعودية لأداء الفريضة كل عام المشاركون في الحج هذا العام خضعوا لاختبارات فيروس كورونا قبل الوصول إلى مكة في نهاية الأسبوع الماضي ويخضع الحجاج لحجر صحي قبل وبعد ولمدة أربعة أيام من أداء المناسك مع إلزامهم بارتداء الكمامات الوقائية طوال فترة الحج وحددت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بسبعين بالمئة من إجمال حجاج هذا العام ونسبة السعوديين ثلاثين بالمئة فقط وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعفن من الفيروس قد يكون فيروس كورونا المستجد مصدر تهديدا فعليا للحجاج لكن يبدو أن الحج هذا العام صحيا مقارنة بما كان عليه في السابق وغالبا ما كان يعاني الحجاج لدى عودتهم إلى ديارهم من أمراض تنفسية عدة بسبب الازدحام الشديد أثناء أداء المناسك وعدم يوجود أي قيود للتباعد الجسدي أو إلزام بارتداء الكمامات